اشتركوا في القناة وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري حيث أزدى السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات والتعليمات في بعض النقاط أهمها استحداث هيئة جديدة للتحر في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد عملا بمبدأ من أين لك هذا أما فيما يخص كيفيات ممارسة الحق النقبي فقد وجه السيد الرئيس النقاط الأتية إشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقبي والفصل بين العمل النقبي والمسؤولية في التسير والانتماء السياسي أما فيما يخص آليات تعيين متصرفين بالبلديات التي تعذر فيها إجراء الانتخابات أكد السيد الرئيس على إشراك ممثلي المجتمع المدني المحلي في هذه العملية المؤقتة لتسيير البلدية المعطلة والتحضير لانتخابات جزئية في أقرب الأجال وبشأن عملية الإحصاء السكاني لسنة 2022 أمر السيد الرئيس باستخدام تكنولوجيات حديثة مبتكرة ومنتجة محليا بالقدرات الشبانية الوطنية في عملية الإحصاء السكاني الجديد تساوقا مع الالتزام بالإقلاع الاقتصادي بدءا من سنة 2022 كذلك مراجعة قانون الجماعة المحلية وإشراك المجتمع المدني مع مراعاة خصوصيات وإمكانات كل بلدية خاصة الاقتصادية وكذا إعثاء البلدية الفقيرة من عمليات ترميم وتجهيز المدارس والمطاعم المدرسية وتضمينها في مشروع مراجعة قانون الجماعة المحلية اشتركوا في القناة